اشتركوا في القناة التوفيق والنجاح في اداء مهمه وانقش اسموه خلال اللقاء الذي حضره اسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة المشاريع التطورية للبنى التحتية الرياضية وتضمينها في خطط التطوير العمراني لتكون حسب المعايير والاشتراطات المعتمدة خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية واكد اسموه على ضرورة تواصل التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة التخطيط للتطوير العمراني بما يلبي متطلبات تطوير قطاع الشباب والرياضة وتهيئة المنشآت والمرافق الحديثة لإقامة مختلف الأنشطة والمبادرات للنهوض بهذا القطاع الحيوي ترجمة نانسي قنقر